موسيقى هذا اليوم هو يوم للمرأة مزيانة سيدي؟ مليح ولا ماشي مليح؟ مزيانة سيدي هو يوم للمرأة والراجل عنده نهار او ما عندهش؟ ما عندهش منذ البداية ينبغي ان يطالب الرجال بالمساواة حتى يكون للرجل ايضا يوما لان ليست النساء وحدهن هن المظلومات فكان هم الرجال المظلومون في الارض فكعلى كل حال ما الرجال ما زال ما تلبوش النهار طاحا كي يطلبوه وغا يديوه ما عليش هذا النهار انت على المرأة ان شاء الله تعالى هل للمرأة يوم واحد في السنة؟ هل الشي مزيانة يا مشي مزيانة؟ مشي مزيانة المرأة عندها تكون عندها كلنا رأس عمي المرأة هي أمك واحد النهار تعصي أمك مشيت المرأة هي زوجتك واحد النهار تضلب زوجتك مشيت المرأة إيا بنتك واحد النهار تضلب بنتك هارك مشيت المرأة إيا أختك واحد النهار تضلب أختك وتديلها حقا انت على الورصة هارك مشيت يا حربك الله من حقك في الديان الأرث في الجنة المرأة هي أكلش تعطي لها انت نهار وفرحان تعطي لها نهار ولكن قد انت فاهموا نقولوا لا 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 مش المقصود ان المرأة بغى يعطيه لها غي نهار المقصود هو انه يدولها واحد عيد يذكرون كل الناس ان ان المرأة ينبغي في هذا العالم ان يكون لها من الحقوق مثل ما للرجال لانهم يعتبرون ان المرأة في كثير من مناطق العالم مهضومة الحقوق زيانة هذين مجم زيانة ما زيانة يالك يا سيدي هذا الغرب ما بغى يعطيه المرأة للحقوق واخذ وانتو ما تبغيوا تعطي لهم الحقوق حنا كمسلمين مشيحنا نعطي لهم الحقوق قطالهم الله تعالى الله تعالى سبحانه عز وجل لي قال ان اكرامكم عند الله يتقاكم ارى ان المرأة وشحان ومراكة تكون اتقا من الرجل من انصدر بيجعل جنة احت اقدام الامهات وارضاها برض الله وصخطها بصخط لا ارى اعطال حق المرأة ليس هنالك حق اعظم على الرجل من حق والدته احنا كمسلمين ارى عنا الخبر هذي احنا عنا الخبر ولذلك احنا المرأة الزوجة ارى اعطالا الاسلام الحق فوقها الوقيته اللي قال لا يكرموهن الا كريم وقال وعاشرهن بالمعروف يا كاسم والبنية اعطالها ربي الحق اللي اعطاله ربي ابنية وربها وما فضلش عليها الولد حتى قراها وحتى زوجها تكون له حجاب من النار البند واختك ايه لا تكفلت بها ستكون مع رسول الله انها كاف اليتيم كهذي خاصة لك احنا رحنا الاسلام اللي مرأة كفين ام ما كانت اعطالها الحق خالتك بحال امك جاء رجل الى رسول الله قال له يا رسول الله ردت وحلمونك الكبر واش كنش عامل كان دلو باش ربي يغفر لي قال له الك ام قال لا قال الك خالة قال نعم قال فبر خالتك فان بر الخالتك بر الام وبر الخالة يهدم الكبائر خالتك احنا ما عندنا مشكة قال لك اللا اراها المرأة مظلومة ما رهاش تخدم واخسان تقول لي وزيرها واخسان عما سيدي ان شاء الله تبارك وتعالى تمكن سياسيا وتمكن اقتصاديا واخسان تحت هي تخدم في الادارة وحتها هي ان شاء الله لان اراها قرات وراها قلت بطبيبة وراها قلت يو الحمد اراها قرات اراها قلت بطبيبة شو يقل عليها هل هناك ما يمنع المرأة من ان تتعلم انا كم تدرس فاخسان تقرأ تقرأ وفق الضوابط الشرعية احنا اخسنا الطبيبة اللي فوتونا على ابنتنا ما يشرج ليفوت على ابنتنا احنا اخسنا الطبيبة احنا اخسنا الفرملية اللي تفوتنا على ابنتنا حنقصنا المعلمة اللي تقرنا ابنتنا حنقصنا هذول اللي يعلموا ان ابنتنا من الناس نشكر قد يمنحها قالك التقاليد منعتها إذن إذا منعتها التقاليد العفاش في الإسلام فهذا إنسان اللي التقاليد تعقلبها على الشرع لا علاقة لما يوجد عليه الناس في كيفية التعامل مع النساء بالإسلام لا يمكن شيء ولكنهم واسموا بغاو أخر بغاوش حاجة أخرى واسموا اسموا بغاو بغاو يرفعون جميع أنواع الميز العنصري والجنسي بين الجنسين كي المرأة كي الراجل كي دعنا لكي المرأة كي الراجل ما فهم داشعنا كي المرأة كي الراجل المرأة ما شبح على الراجل في الخلق الله تعالى حينما خلق المرأة جعل لها بعض المواصفات التي تلائم وظيفتها هي غادي تولد وتربي والدير إذا نعطى هذك المواصفات مش نجح في المهمة يا لا الراجل ما يولج الراجل اعطاه مواصفة أخرى لتبكنه من القيام بالدور الآخر حتى يتكامل مع الزوجة سيكون تكامل في الوظائف ما يمكنش المرأة اللي ربيعطها مواصفات باش قوم بوحل وظيفة اللي ما يقوم بيحتى واحد نمشي ونخدمها في الخدمانة على الراجل والرجل نرده يخدم الخدمانة على مرأة هذا الله يحفظه يسترل يقول به واسم هذا يريد إفساد الكون إفساد النسل والحياة قسد ربي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعاف الأرض اللي يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل يفسدون النسل زيد منين تطربوا انتم حرية المرأة في أن تمارس الجنس خارج الزواج هذا حقا كيف حقا بغيتوا لهذه عمال كارامة هذه كارامة تنتقل من حضن رجل إلى آخر فتحمل فلا يعرف يعرف أبوه وتحمل وزر ذلك الحبل هذا اللي بغيتوا بغيتوا الحق ديال هكذا لا تنخدعي يا أختاه بدعوات التحرر فكثير من الرجال هم ذعاب في ثيام لا يريدون لك فعلا أن تكوني كما أراد الله أرادوك لحما ينهشه الزيام يريدك عارية على الشواطع يريدك ثائرة على قطعيات الدين يريدونك أن تتهجم على ثوابت القرآن هذا ما بغيت لك الكارامة ما بغيت لك الحقوق أهم أعلم أم الله أهم أعلم أم الله الخالق هؤلاء المتجنين على شريعة الله الذين يتهمون الإسلام بأنه قد قصر في حق المرأة ولا بد أن نجتهد من أجل أن نعطيها حقها يتهمون الله الذي خلقت عالى الله عن ذلك علو كبير وكبرت كلمة تخرج من أفواههم أنا أريد في هذه المناسبة من المؤمنات الصادقات أن ترتفع أصواتهم ويقولون نعم للحرية ولكن كيف هي الحرية؟ في إطار شرع الله ليس معنا الحرية أن أنسنخ من الدين وأتحرر من قبضة الشريعة فإن تحررت من قبضة الشريعة صرت عياذا بالله أمتا لعبدة الشهوات ونحن نرى الواقع الذي آلت إليه أوضاع النساء حينما بتعادت عن الدين راق الدم راق الدم هذه المرأة النقطة الثانية حينما يتكلم الغربيون عن حقوق المرأة هذا ما أريد أن أقول لكم الحقيقة هذه النقطة الثانية إنهم يعنون بحرية المرأة الغربية للإسلامية المسلمة لو أن مرأة غربية اغتصبت لقامت قيامة جمعيات النساء والحقوق تدافع عن هذه المغتصبة لماذا لا يتكلمون عن اغتصاب النساء في مصر من قبل رجال الشرطة هذه مرأة ولا مش مرأة لماذا لا يتحدثون عن اغتصاب المسلمات في سجن أبي غريب بالعراق وقد سمعنا أصواته وقد سمع العالم أصواته ورأينه كيف تحركت الأجنة في أحشائهن من الحرام لماذا لا يتحدثون عن نسائنا في سجون الشيعة الروافل في سوريا في سوريا لماذا لا يتحدثون عن نساء غزة والضفة الغربية حينما تحمل ويزحمها ألم الولادة فتأخذها السيارة إلى المسجد وإذا بذلك الذي يسمى الحواجز تقف هناك عشر ساعات فتاليد وهناك خارج المستشفى لماذا تدخل النساء والفتيات إلى سجون الاحتلال فلا أحد يتكلم لماذا تقتل المرأة الفلسطينية في باحة المسجد الأقصى ويخلع حجابها ولا يتكلم الغرب عن حقوق المرأة لماذا يسجن النساء طالبات الجامعة في مصر يسجن في السجون فلا أحد يتكلم لماذا تسجن الأمهات العاجزات الكبيرات العالمات في سجون أنظمة المستبدة فلا يتكلمون لماذا توجد المرأة تعيش في الجبال لا طريقة لا مستشفى لا مدرسة تعيشوا العزلة ولا يتحدثون عن حقها في فك العجلة عنها في تقريب المستشفى لها لكي تلد فيه وعلى القيس أنا قلت لهم وعلى القيس وعلى القيس أنا قلت لهم ننصي عجر متارت بمليار وفاطمة وليت على الحمار تعرفوا علش ما تعرفوا شها تعرفوا شها لأن المرأة ديانة في الدوار زحمتها ألم المخاض وليس لها طريق ولا تصلها أبدا السيارة وليس لهم مستشفى أو مستوصف تلد فيه المرأة فركبت على الحمار مع زوجها وهي تعاني المخاض فاشتد عليها الأمر وسط الطريق فولدت لوحدها تحت تأثير آلاء من الله يعلم مدها وجي واحد هنا يا مرأة عريانا وتدي الفلوس داع الأمة هالحق انت على مرأة تكلموني عن المرأة اللي رهت عاني في الجبال اللي معدهاش الطريق مني انت بغيت يمشيت اللي معدهاش المدراسة في تقري ولادها اللي معدهاش المستوصف مني انت مرأ بكيش فرم لي واحد يعطيها تنتور مني تنشرح ولا الدفاع انت على الحقوق يعني الدفاع دي الحقوق زيما غير شعارات وذلك فالغرب ينظروا إلى المرأة الغربية والمرأة المستلمة والله عليها ما يهدر قل لينا لنا يتموت هذي كم من يدفعنا عن النساء هذي كم من يدفعنا عن النساء الختام نقول للنساء تحية اكبار امه يا من حملتيني ووضعتيني وارضعتيني وعلمتيني ومت قبل ان تري ابنك ورسخت الخوف من الله تعالى في قلبي اعتذر اليك امه فانني مقصر في حقك اديت كل شيء وضحيت بكل شيء ولم تأخذ مني اي شيء تعلت ذلك راضية المرضية وليس لي في هذا اليوم حينما يتكلم الناس عن المرأة الا ان ارفع يدي واجأر الى ربي في هذا الجبع الكريم ان ينور قبرك وان يرفع درجاتك وان يحشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم فلطالما رأيت عيونك تنحدر من الدم على وجنتيك حينما يذكر القبر وتذكر الموت فكم كنت تبكين خوفا من لقاء ربك فجزاك الله عن ابنائك جزاك الله خيرا من يستطيع ان يفعل مثل ما تفعل الام من يستطيع ان يؤدي حق الام من يستطيع ان يؤدي حق الام والله لو حملتها على كتفي الحياة كلها وتفطبها بين الركن والمقام ما اديت شيئا من حق هذه الام ولقد فعل كثير من البارين بام هاتم هذا فان ابن عمر اذا برجل من اليمن يحمل على ظهره امرأة عجوز فقال من هذه قال هي امي قال يا ابن عمر حملتها من اليمن على كتفي وجئت بها الى مكة وودي المناسك جميعا وي على ظهري اتراني اديت شيئا من حقها قال لا ولا زفرة عند الولادة ولكن الله يعطيك الكثير على العمل القليل كيف كيف يمكن للانسان ان يؤدي حق الام الام التي ربت وولدت ورأيناها كيف كانت تخاف الله وتراعي حق الزوج وتحنو على الاولاد والبنات انتم تعلمون حقنوا حقنسان تومان نحن دينا ندين به لله ان اية صلاة صليناها ولم ندعو لاماتنا فاننا جاحدين وللحق معارضين وما كان لنا ان نكون جاحدين تحية اكبار واجل لامهات مصر الذين فقدنا الشباب من اساتذة الجامعة ولازلنا يخرجنا الان في القاهرة ومدن مصر مطالبات باسقاط هذا الاستبداد الذي يخدم الصهاينة والذي يقف حجر عثرة في طريق الدعوة الى الله ويمكن للمشروع الصهيون الصفوي تحية اكبار للزوجة المؤمنة التي تتحمل معك الحلو والمر وتراك في كل مرة خارج البيت وتترك لها الجمل بما حمل تترك لها الولد والبند وانت تخرج في الليالي لكي تدعو الى الله واذا عدت تقول لك لا تنسانا ان تشركن في الاجر ان كنت تحصل على اجر فتحية اكبار للزوجة صديقة العمر ام الاولاد التي تقف معك وتدعو لك وتحلو على الولد وتضحي بالوقت كله هؤلاء زواجاتنا في الاسلام يفعلنا ذلك ابتغاء وجه الله تحية لكل زوجة فقدت زوجها في سوريا في كل زوجة فقدت زوجها في اليمن او في العراق او في فلسطين وهي صابرة تحية لتلك الزوجات في غزة التي تفتقد الولد شهيدا وتزغرد مشيعة ابنها عريسا للجنة تحية للبنات للبنت الطيبة التي تستقبلك عند الباب مبتسمة ثغرها وتقبل يدك ظهرا فاين تجد مثل هذه البنت ومثل هؤلاء البنات اذا رأينك قد اصفر وجهك ولم يراعيك احد اذا بها تقترب منك وتسألك بلطف اتستشعر شيئا ابتا اتحتاج الى شيء ابتا فتشعر بألمك فتترك كل اعمالها وتتفرغ لك هؤلاء هم بناتنا فتحية لبناتنا في مصر بناتنا في البواد المغربية تحمل البنت على كتفها جرة من المال فتسيح كيلومترات لكي تأتي بالمال لكي تسقي اخوانها واخواتها تحية لهؤلاء نحن لسنا محتاجين لمن يعلمنا حقوق المرأة فالمرأة montrer وإما هي جنتنا زوجتنا وإما هي جنتنا بنتنا وإما هي جنتنا أختنا وإما جنتنا خالتنا عمتنا وإما جنتنا مسلمة في الأرض تعبد الله هي جنتنا هي جنتنا من نحن بغير الأم من نحن بغير الزوجة في ثمانية مارس أقدم تحية إجلال وإكبار للمؤمنات الصادقات المرابطات على فغر الدعوة اللا يدعون إلى الله ويعلمن في المساجد النساء محو الأمية ويحفظن في الجمعيات القرآن أنا أعرف جمعيات كثيرة تصهر مؤمنات حملنا الكتاب يحفظن كتاب الله لبناتنا بناتنا أم يقرأوا القرآن أم يحفظوا الناس القرآن هؤلاء هم بناتنا فلسنا محتاجون أبدا لمن يعلمنا حقوق المرأة وقد أنزل علينا الله قرآنا فيه صورة سمى صورة النساء وصورة سمى صورة مريم